بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كثير من الأخ والأخوات يبعثون إلينا برسائل حول هداية الأولاد ربما بعض الأولاد اليوم لا يسمعون لقول أبيهم وأمهم لا يلتزمون بالصلاة، لا يلتزمون بالدراسة وينجحون لا يسمعون لقول أبيهم ويعصونها أو لأمهم ويعصونها لا يلتزمون بالأخلاق مع الأخوة، الأخوات، مع المعارف فما هي هذه الصلاة لهداية الأولاد؟ يذكر الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه في كتاب مكارم الأخلاق ويذكرها أيضا الشيخ بهجة ويحث عليها رضوان الله عليه هذا العارف الكبير يقول الصلاة الأب لأجل الوالد يمكن للوالد أن تصليها نعم لأنهما باعتبار أبوان يمكنهما أن يصليها للولد أو البنت يقرأ أربع ركعات بنية هداية الولد، بنية مثلا التزامه بالصلاة، بنية التزامه بالأخلاق، بنية طاعة الوالدين، بنية الدراسة أن يهتدي للدراسة وينضبط في الدراسة لأنه لا يسمع لقولهما عندما يقولان له ادرس والتزم بدراستك، فما عليك لأن تصلي هذه الصلاة لهدايته إن شاء الله وهداية قلبه للدراسة أربع ركعات كصلاة الظهر تسليم واحدة يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد هذه الآية عشر مرات بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الحمد هذه الآية عشر مرات رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما في الركعة الثالثة يقرأ بعد الحمد هذه الآية عشر مرات ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما أما في الركعة الرابعة يقرأ بعد الحمد هذه الآية عشر مرات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أو رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين وبعد التسليم والإنتهاء من الأربع ركعات، تقول عشر مرات ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما حافظ على هذه الصلاة، صليها كثير من الأمهات، الآباء أرسلنا إليهم هذه الصلاة وقالوا وجدنا اختلافا كبيرا في أخلاق أولادنا، في تصرفاتهم، في دراستهم إلى غير ذلك، ثابروا على هذه الصلاة ليوم ويومين وأسبوع وهذه الصلاة لا بأس أن تصليها كل يوم صلاة قصيرة ولهداية أولادك لكل خير يكونون رفعة رأس لك في الدنيا والآخرة طبعا في خدمتكم هذه الصلاة سوف نضعها في صندوق الوصف وهناك تنبيه واحد فقط، كما ذكرت دائما هناك حساب على التيك توك هذا الحساب يدعي بأنه ينتمي إلي بصورة من الصور باسم أبو علي النجفي، مرة من المرات سيد فارس من النجف مرة يسميه خادم أهل البيت، مرة من المرات أبو علي الكلابي إلى غير ذلك، هذا الحساب لا ينتمي إلينا ومع الأسف الشديد رغم أننا قلنا بأنه غير مبرأ للذنة إطلاقا هو بالذات أن يأخذ أي مقطع من مقاطعنا البديوية بعض الأخوة أرسل إلي أنه ما زال يأخذ من مقاطعنا في قناته فشرطي بأنه للأخ والأخوات الذين يأخذون هذا المقطع على قنواتهم سواء كان على اليوتيوب أو غيرها من المنصات أن لا يحذفوا هذا المقطع، هذا الكلام أن لا يحذفوا شيئا من المقطع تماما وجزاكم الله خير جزا ونشكر جميع الأخ والأخوات الذين يأخذون هذه المقاطع الفديوية ونعمل سويا على نشر تراث أهل البيت عليهم السلام برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام وحياكم الله تعالى